اسم الدرس أبني الزوايا أقيستها بالدرجة 15-30-60-90-120 عاشراً يمثل الرسم التالي موقع ظل العمود الحامل للعلم في فترة محددة من النهار أحدد موقع الشمس في الفترة الأولى من النهار عندما يكون قيص فتحة الزاوية ألف 30 درجة باعتماد البناء أعيد العمل السابق بالنسبة إلى الفترة الثانية من النهار بحيث يكون قيص فتحة الزاوية ألف 45 درجة الحل أحدد موقع الشمس في الفترة الأولى من النهار عندما يكون قيص فتحة الزاوية ألف 30 درجة باعتماد البناء الإجابة نعلم أن قيص الزاوية التي بين العمود الحامل للعلم والخط الممثل لسطح الأرض تساوي 90 درجة ونعلم أيضاً أن مجموعة قيص زوايا المثلث القائم تساوي 180 درجة وبالتالي مجموعة الزاويتين با وألف يساوي 180 درجة ناقص 90 درجة يساوي 90 درجة وهذا يعني أنه لو كان قيص فتحة الزاوية باعة 60 درجة فالزاوية ألف سيكون قيص فتحتها 30 درجة وهذا هو المطلوب ولكي نتحصل على زاوية با قيص فتحتها يساوي 60 درجة يكفي أن نبني مسلث متقايص الأضلع كما يوضحه في الرسم التالي أعيد العمل السابق بالنسبة إلى الفترة الثانية من النهار بحيث يكون قيص فتحة الزاوية ألف 45 درجة الإجابة حتى نتحصل على زاوية ألف قيص فتحتها يساوي 45 درجة يكفي أن نبني مثلث متقايص أضلعين لأن المثلث المتقايص أضلعين له زاويتان متقايستان وبما أن مجموعهما يساوي 90 درجة لأن 180 درجة ناقص 90 درجة يساوي 90 درجة فكل منهما يساوي 45 درجة أقيم مكتسباتي 11 أبني زاوية ألف باء ألف جيم كيص فتحتها بيلجراد 100 أبني منصفها ألف دال أعين على ألف جيم نقطة نون أبني المستقيم صاد العمودي على ألف جيم في النقطة نون والذي يقطع ألف دال في قاف أحسب الزاوية ألف قاف نون بالدرجة أعلل إجابتي الحل أبني زاوية ألف باء ألف جيم كيص فتحتها بيلجراد 100 الإجابة 100 جراد يساوي 90 درجة وبالتالي سنبني زاوية قيص فتحتها 90 درجة نرسم نصف مستقيم باء ألف ثم نبني المواصد العمودي جيم على باء ألف والمار بالنقطة ألف فنتحصل على زاوية ألف باء ألف جيم كيص فتحتها 90 درجة أو 100 جراد أبني منصفها ألف دال الإجابة أعين على ألف جيم نقطة نون الإجابة أبني المستقيم صاد العمودي على ألف جيم في النقطة نون والذي يقطع ألف دال في قاف الإجابة أحسب الزاوية ألف قاف نون بالدرجة الإجابة قيص فتحت الزاوية ألف قاف نون تساوي 45 درجة أعلل إجابتي الإجابة الإجابة التعليل ألف دال هو منصف الزاوية القائمة ألف باء ألف جيم إذن فالزاوية ألف نون ألف قاف تساوي 45 درجة وكذلك نون قاف نون ألف هي زاوية قائمة زاويتها 90 درجة وبما أن نون قاف ألف هو مثلث مجموع قيص فتحات زاوية تساوي 180 درجة فبالتالي ألف قاف نون تساوي 180 درجة ناقص نون قاف نون ألف زاوية ألف نون ألف قاف ألف قاف نون تساوي 180 درجة ناقص 90 درجة زاوية 45 درجة ألف قاف نون تساوي 180 درجة ناقص 135 درجة ألف قاف نون تساوي 45 درجة 50 درجة